السلام عليكم اخواتي مناشكنو كاملين باخير وعلى خير انتو ما كتفرجو في الفيديو اليوم عادنا اخبار يزوينا بزهف بخصوص رايير مايه ونصيري وكدلك مجموعة من اللاعبين اللي منو محتمل انهم يشاركوا في المقابلة للجوزر القومور في دول المجموعة مؤهلة للنهائي كاس افريقيا بلما نطبع عليكم اخوة ندخلوا ذلك للتفاصيل قبل المواجهة اللي ستجمع بين المغرب وجوزر القومور في تصفية دل دول المجموعة المؤهلة للنهائي كاس افريقيا لموعد المقابلة ان شاء الله سيكون نهار الجمعة بتوقيت الخامسة بتوقيت المغلل بتوقيت مكة المكرمة ان شاء الله بدأوا الاخوان باللعب الرئيسي اللي كانوا غيبين على المقابلة للغانا اللي هما نصيري ورايان مايه بخصوص نصيري الاخوان تداريب انفرادية ولكن اليوم توليتها في تداريب رفقة المعسكر ينمع الجاميع ولكن رايان مايه ما تريناش اليوم مع المعسكر تدريبي ونصيري ورايان مايه الاخوان تعتبره من العناصر الاساسية لكي تحتر اضافة ومركز الهجوم اما بخصوص ايمن برقه وقوم ايوب الكعبي اليوم داروا تفاصيل الكورونا وخرجت نتيجة سلبية الحمدلله ما تعافوا من الكورونا يعني الاخوان ايوب الكعبي وايمن برقه سيكون بالمقدور ديانه من عودة التداريب الجماعية بالتالي يكونوا مصدقاء يكونوا متاحين لمباراة للجمعة لما نقلقوا الاخوان سيشاركوا في المباراة للجزء القومه تبقى الاخوان عالم استيفان فقط مطروح على رايان مايه اللي كان مضروب على مستوى الكاحد يعني الاخوان رايان مايه هو ابرز الغائبين وهو الغائب الوحيد حاليا على المنتخب الوطني المغريبي واشه الشكل غياب دي رايان مايه خطر على خط الهجوم دي المنتخب الوطني المغريبي يوسف نصير ان شاء الله يكون بديل امتل ديالو هو اصل اللي كانت عنده الاساسية تديري في المنتخب الوطني同يука والموهما الاخوانات اللي كانت تمنى ان شاء الله المنتخب الوطني المغريبي يظهر بشي مستوى احسن من المستوى يظهر بها مساء الان வهائي كالطالب بالادة اكثر من نتيجة لانشوف الحقيقة شواليكوان في حد الأخبار الفيديو هج품 الانشاء الله في امان الله